شكراً سيد الرئيس ترحب تونس بعقد هذه الدورة الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة حول فلسطين وتنظم إلى البيانين الذين ألقتهما كل من المملكة الأردنية الهاشمية باسم المجموعة العربية والجمهورية الإسلامية الموريطانية باسم منظمة المؤتمر الإسلامي ويود وفد بلادي تقديم الملاحظات التالية بصفته الوطنية بعد عجز مجلس الأمن في أربع مناسبات على اعتماد قرار يوقف العدوان وجرائم الإبادة الجماعية لقوات الاحتلال المتواصلة دون هوادة على الشعب الفلسطيني منذ ثلاثة أسابيع والتي تجاوزت حصيلتها إلى حد الآن أكثر من سبعة آلاف شهيد نتمنى أن تتمكن المجموعة الدولية من خلال هذه الدورة الاستثنائية من تحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والانتصار للحق والعدل والقيم التي قامت عليها الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والأمن والسلم وبقدر ما ندين بأشد العبارات جرائم الحرب التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء من خلال القتل الممنهج للأطفال والنساء والعائلات واستهداف المستشفيات والمدارس وأعوان الإغاثة ودور العبادة واستخدام الجوع وقطع الخدمات الأساسية كوسيلة حرب فإننا لا نقبل بكل المقاييس تواصل الصمت الدولي وعجز المؤسسات والأجهزة الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياتها ماذا تنتظر المجموعة الدولية لتتحرك وكم من روح مدني فلسطيني يجب أن تزهق ليتحمل العالم والنظام الدولي مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية قبل القانونية ويطالب بوقف فوري لإطلاق النار ومثل ما صرحنا به في مناسبات أخرى نرفض ازدواجية المعايير والتعامل الانتقائي مع الشرعية الدولية ومبادئ الميثاق والقانون الدولي الإنساني أو تطويعها لتمرير المغالطات أو تبرير الجراء كما أود أن أجدد دعمنا للأمين العام للأمم المتحدة وتقديرنا لجهوده الدؤوبة من أجل وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة كما نرفض محاولات التطاول والتشكيق التي تعرض لها السيد الرئيس نحن اليوم في لحظة فارقة نشهد فيها عملية إبادة جماعية وتهجير قصري لسكان غزة من أرضهم وممارسات إغلاق وتنكيل غير مسبوقة تتواصل تحت أنظار العالم بلا حسيب ولا رقيب وبأقصى درجات الاستهتار بكل المواثيق الدولية والقانونية فإن لم تتدخل المجموعة الدولية والأمم المتحدة ومؤسساتها اليوم وترتقي إلى مستوى الموقف بشكل فاعل ومسؤول لوقف هذه الجرائم البشعة ضد الإنسانية وتوفير الإغاثة الإنسانية غير المعطلة وغير الانتقائية ومنع محاولات التهجير القصري للفلسطينيين ورفع المظلمة التاريخية التي يرزحون تحتها منذ أكثر من سبعة عقود فسيكون النظام الدولي قد قبل بالارتهان للحسابات السياسية وبالانتهاكات الممنهجة والسافرة للقانون الدولي ولحقوق الإنسان ولكل المبادئ والقيم التي قامت عليها المنظمة الأممية السيد الرئيس إن تونس الحريص على قيم العدل والحق والرافض لكل أشكال الظلم والعدوان تجدد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وتطالب بوضع حد لجرائم الحرب لقوات الاحتلال وممارساتها العدوانية وتجدد مطالبتها بإنهاء الاحتلال وإعادة الحقوق لأصحابها كما ترفض محاولات المساواة بين المعتدي المحتل والمعتدى عليه أو تمرير مغالطات الحق في الدفاع عن النفس لتبرير حملات الإبادة الجماعية لأن الحق بين والباطن بين ولأن حقوق الشعب الفلسطيني لن تسقط بالتقادم ولن تسقطها ممارسات الاحتلال العدوانية مهما بلغت وحشيتها وترجو بلادي أن يتم اعتماد قرار الجمعية العامة يفرض وقفاً فورياً لإطلاق النار حقناً للدماء ويوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ويمنع محاولات تهجيره قصرياً مع ضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية المستدامة إلى قطاع غزة وفي هذا الإطار ندعو الدول الأعضاء إلى التصويت لصالح القرار المقدم من قبل المملكة الأردنية الهاشمية لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية شكراً سيد الرئيس شكراً سيد الرئيس